من 106 إلى 254 ارتفع عدد المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن خلال العامين الماضيين بحسب تقارير الأوتشا في حين توسعت الأزمة الإنسانية وبدأ أن ثمت ثقباً أسوداً يعترض طريق المساعدات ويحول دون وصولها للمحتاجين تقارير المنظمات الدولية وتحذيراتها من المجاعة في اليمن تتوالى ودوائر الاحتياج تتسع في صنعاء ارتفع منصوب الخوف من الجوع بعد إعلان برنامج الأغذية العالمين تعليق إرسال المساعدات بسبب تلاعب الحوثيين وتكسبهم على حساب المحتاجين ورفضهم إدخال نظام البصمة البيولوجية للحد من التلاعب بالمساعدات أكثر من 24 مليون يمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بحسب الأمم المتحدة أي أكثر من 80% من السكان احتياج ووضع كارثي في ظل انقطاع الرواتب عن بعض المناطق وانعدام مصادر الدخل أزمة إنسانية تزداد سوءاً رغم تعدد مؤتمرات الاستجابة الإنسانية ورغم حجم الدعم المقدم لمشاريع الإغاثة في اليمن وهو ما يثير تساؤل الكثيرين حول مصير المساعدات وشفافية وأداء المنظمات الإغاثية ما دفع ناشطين لإطلاق حملة قبل أشهر تحت هاشتاغ وين الفلوس للمطالبة بمعرفة مصير المساعدات الحكومة الشرعية قالت إن 80% من المنظمات العاملة في اليمن ترفض التجاوب مع طلبها بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية وحجم المساعدات التي تقدمها للمتضررين محذرة من جراءات قد تصل لإيقافها عن العمل بين التلاعب الحوثي وغياب شفافية المنظمات تظل المساعدات طريقها في اليمن وتتحول إلى مجهود حربي ومصدر ثراء للميليشيا في حين يحرم المحتاجون إلا من الفتاة ترجمة نانسي قنقر